كانت غزوة بدر انتصاراً هائلاً للإسلام والمسلمين تركت وراءها خزياً وعاراً لقريش فقتل فيها أكثر زعماء قريش شرفاً ومكانه وأسر المسلمون فيها من أسروا والناجي من يوم بدر اعتبر نفسه محظوظاً لأنه نجى من أسود المسلمين فلم يؤسر ولم يقتل وكان عمير بن وهب واحداً من الناجين لقل عاد ناجياً بنفسه لكنه ترك وراءه ابنه وهبا أسيراً في أيدي المسلمين وقد خشي عمير أن يأخذ المسلمون الفتى بذنب أبيه ويذيقوه سوء العذاب جزاء ما كان يلحق بالمسلمين من تعذيب فتوجه إلى المسجد للطواف بالكعبة والتبرك بأصنامها ثم جلس مع ابن عمه صفوان بن أمية يتذاكران بدراء ومصابها العظيم ويعدان الأسرى الذين وقعوا في أيدي محمد وأصحابه ويتألمان على عظماء قريش ممن قتلوا ثم قال عمير لولا ديون علي ليس عندي ما أقضيها به وعيان أخشى عليهم الضياع من بعدي لمضيت إلى محمد وقتلته وكففت شره وإن في وجود ابن وهب لديهم ما يجعل ذهابي إلى المدينة أمرا لا يثير الشبهات استمع صفوان إلى كلام عمير وقال يا عمير اجعل دينك كله علي فأنا أقضيه عنك وأما عيالك فسأضمهم إلى عيالي ممتدت بي الحياة فقال عمير إذن أكتم حديثنا هذا ولا تطلع عليه أحد وصل عمير للمدينة ومضى نحو المسجد يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما أصبح قريبا من بابه نزل عن ناقته فرأاه عمر بن الخطاب يمضي نحو المسجد بسيفه فأسرع عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله هذا عدو الله بن وهب وقد جاء بسيفه وما أظنه إلا يريد الشر فقال النبي صلى الله عليه وسلم أدخله علي ثم توجه الرسول إلى عمير وقال ما الذي جاء بك يا عمير قال عمير جئت أرجو فكاك هذا الأسير الذي في أيديكم فقال الرسول صلى الله عليه وسلم أصدقني ما الذي جئت إليه يا عمير قال عمير ما جئت إلا لذاك قال النبي بل قعدت أنت وصفوان وقلت له لولا دين علي وعيال عندي لخرجت حتى أقتل محمدا فتحمل صفوان دينك على أن تقتلني دهش عمير لمسامعه من الرسول صلى الله عليه وسلم ثم قال أشهد إنك لرسول الله لقد كنا يا رسول الله نكذبك بما كنت تأتينا به من خبر السماء لكن خبري مع صفوان لم يعلم به أحد إلا أنا وهو والله لقد تأكدت أنه ما أتاك به إلا الله فالحمد لله الذي ساقني إليك ليهديني إلى الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقه أخاكم في دينه وعلموه القرآن وأطلقوا أسيره لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين ملأ عمير قلبه بنور القرآن ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال لقد كنت شديد الأذى لمن كان على دين الإسلام وأنا أحب أن تأذن لي بالذهاب إلى مكة لأدعو قريشا إلى الله ورسوله فإن قبلوا مني فنعم ما فعلوا وإن رفضوا آذيتهم كما كنت أوذي أصحاب رسول الله فأذن له الرسول منذ فارق عمير مكة متوجها للمدينة كان صفوان يمر بأهل قريش ويقول أبشروا بنبأ عظيم يأتيكم قريبا فينسيكم وقعة بدر ولما طال انتظار صفوان تسرب القلق إلى نفسه فكان يخرج إلى حدود مكة ويسأل القوافل ألم يحدث بالمدينة أمر إلى أن جاءه راكب فقال له إن عميرا قد أسلم فنزل عليه الخبر نزول الصاعقة فكان يظن أن عميرا لا يسلم ولو أسلم كل من على الأرض وصل عمير بن وهب إلى مكة وما كاد صفوان يراه حتى هم بمهاجمته ولكن عميرا قال له يا صفوان إنك لعاقل من عقلاء قريش أفترى أن هذا الذي أنتم عليه من عبادة الأحجار والذبح لها يصح في العقل أن يصبح دينة؟ أما أنا فأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله دخل عمير مكة مسلما وقد صمم على نذر حياته للدين وراح يعوض ما فاته ويبشر بالإسلام ليلا ونهارا يدعو إلى العدل والإحسان والخير والمعروف وفي أسابيع قليلة كان الذين هدوا إلى الإسلام على يد عمير يزيد عددهم عن كل تقدير يمكن أن يخطر ببال وخرج عمير بهم إلى المدينة في موكب طويل مشرق يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهلوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير شاب من أسرة ثرية كان دائما لهو وبعيدا كل البعد عن خالقه وكانت له علاقات غرامية مع أكثر من فتاة وظل على هذا الحال حتى التقى بفتاة محجبة ذات خلق ودين فقرر الارتباط بها والتقدم لخطبتها إلا أن أهل الفتاة عندما أرادوا أن يسألوا عن هذا الشاب سمعوا كثيرا عن هذا الشاب بما لا يسر وخاصة علاقاته الغنمية فقرروا رفض خطبته لابنتهم إلا أن الفتاة قالت لوالديها لي مع هذا الشاب حديث وبعده سأقرر رأي وعند لقاء الفتاة بالشاب قالت له لا بد من إنهاء علاقاتك بالأخريات تماما والتقرب إلى الله بأفضل الأعمال وأعلم أن هذا الأمر ليس سهلا عليك إلا أنني أوصيك بأربعة أمور إن طبقتها ستجد كل الخير إن شاء الله عليك أولا أن تكون على وضوء من أول اليوم حتى آخره وتكثر من قراءة القرآن بين كل صلاة وصلاة وعند نومك نم متوضئا ثانيا أعطي الله ما يحب سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر طوال اليوم وأكثر من الدعاء ثالثا تصدق يوميا فتحصين الأموال بالزكاة ومداوات المرضى بالصدقة رابعا أكثر من متح الله عز وجل وافق الشاب على كل ما أوصد به الفتاة وبالفعل قطع علاقته بكل ما يغضب الله تعالى وبدأ حياة جديدة وتمت الخطبة إلا أن إحدى الفتيات أرادت الانتقام منه بحجة أنه وعادها ثم تركها بهذه السهولة فصنعت له سحرا كان من نتائجه أن هذا الشاب أصبح كالطفل لا يعقل شيئا فاضطرت أسرته للسفر به إلى الخارج بعيدا عن أعين الناس ودون علم خطيبته وعندما اتصلت الفتاة بأسرته كي تطمئن عليه كانت جواب أهله أنها سبب ما حدث له فلولا هذه الخطبة ما مارض ابنهم فأصبحت الفتاة في حزن شديد حيث أنها بعيدة عنه ولا تعرف شيئا عنه سوى رقم هاتفه الجوال والذي أصبح مع أهله ولكن ثقتها بالله أزالت حزنها لذلك تصدقت على بعض الفقراء على أمل أن يتم الشفاء لخطيبها وظلت ليلة كاملة تشتكي إلى الله وتدعوه وهي تبكي وتقول يا رب فرج همي في هذا الصباح ومعنى سمات الصباح استجاب الله لها فعندما فتحت هاتفها وجدت أكثر من عشرين اتصال من خطيبها وعندما اتصلت به علمت أن الله من عليه بالشفاء وأصبح في أحسن حال وحدد موعدا لزواجهما ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسبه ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ذهب بلال إلى أبي بكر يقول له يا خليفة رسول الله إني سمعت الرسول يقول أفضل عمل للمؤمن الجهاد في سبيل الله قال له أبو بكر فما تريد يا بلال؟ قال بلال أردت أن أرابط في سبيل الله حتى أموت قال أبو بكر ومن يؤذن لنا؟ قال بلال وعيناه تفيضان من الدمع إني لا أؤذن لأحد بعد رسول الله قال أبو بكر بل ابقي وأذن لنا يا بلال قال بلال إن كنت قد أعتقتني لأكون لك فليكن ما تريد وإن كنت أعتقتني لله فدعني وما أعتقتني له فقال أبو بكر بل أعتقتك لله يا بلال فاذهب حيث تشاء فسافر بلال إلى الشام حيث بقي هناك مرابطا ومجاهدا لم يطق بلال أن يبقى في المدينة بعد وفاة الرسول فقد كان إذا أراد أن يؤذن وجاء إلى أشهد أن محمد الرسول الله يخلقه حزنه فيبكي لذلك مضى إلى الشام وذهب مع المجاهدين وبعد سنوات رأى بلال النبي في منامه وهو يقول ما هذه الجفوة يا بلال أما آن لك أن تزورنا فانتبه بلال حزينا فركب إلى المدينة المنورة فأتى قبر النبي وأخذ يبكي فأقبل الحسن والحسين رضي الله عنهما فأخذ يقبلهما ويضمهما فقال له نريد أن تؤذن في السحر فعلى بلال سطح المسجد فلما قال الله أكبر الله أكبر ارتجت المدينة المنوة فلما قال أشهد أن لا إله إلا الله زادت رجتها فلما قال أشهد أن محمد رسول الله خرجت النساء من حجراتهن فما رؤي يوم أكثر باكيا وباكية من ذلك اليوم فتوسل المسلمون إلى أبي بكر أن يجعل بلالا يؤذن لهم صلاة واحدة فدعا أمير المؤمنين بلالا وقد حان وقت الصلاة ورجاه أن يؤذن لها وصعد بلال وأذن فبكى الصحابة رضوان الله عليهم الذين كانوا أدركوا رسول الله وبلال يؤذن بكوا كما لم يبكوا من قبل وكان علي بن أبي طالب أشدهم بكاء وعند وفاة بلال تبكي زوجته بجواره فيقول لا تبكي غدا نلقى الأحبة غدا نلقى محمدا وصحبة محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما داخل القطار المتجه من القاهرة إلى أسوان وعلى أحد مقاعد الدرجة الأولى جلس رجل في الخمسين من عمره يرتدي الملابس الريفية وتبدو عليه علامات الوقار والاحترام وجلس بجانبه شاب في الثلاثين من عمره ثم جاء شاب وزوجته وكان يبدو عليهما أنهما حديث الزواج ليجلس بالكرسيين المواجهين للرجل الريفي والشاب وللأسف كانت الزوجة ترتدي بنطلون قصيرا وبلوزة تكشف عن ذراعيها وصدرها فجأ الزوج بالشاب الذي يجلس بجانب الرجل الريفي يرتكز بكوع ذراعه على عظمة فخذه واضعا دقنه على قبضة يده في مواجهة الزوجة التي تجلس بالكرسي المواجه له ونظرة عينه مثبتة نحوها تكاد تخترقها لقرب المسافة وبصورة مفاجئة وأثارت غضب زوجها الذي قال للشاب احترم نفسك وعيب ما تفعله ليتك تدير الكرسي وتجلس أفضل من هذه الجلسة هنا تدخل الرجل الريفي وقال للزوج الغاضب أنا لن أقول لك أنك الذي يجب أن يحترم نفسه أو أن العيب عليك أنت لأنك وافقت لزوجتك على ارتداء هذه الملابس لن أقول ذلك لأنك حر حتى ولو جعلتها تمشي بدون ملابس ما دمت تقبل هذا ولكني سأقول أنك جعلت زوجتك ترتدي هذه الملابس كي تصبح فرجة وننظر إليها وها نحن نشاهدها كما أردت فلماذا الغضب إذن؟ يا بني ما تقبلته أنت أن يكون مكشوفا من جسم زوجتك من حقنا كلنا أن نشاهده وما سترته من حقك أنت وحدك أن تراه وإن كنت غاضبا لأن هذا الشاب قرب رأسه بعض الشيء فسامح لأن نظره ربما كان ضعيفا وأراد أن يحسن مشاهدته يا بني عندما تتعرى الأشجار من ورقها أمام الملأ يكون مصيرها حطبا لنار توقد بالدنيا كذلك النساء إذا تعرت أمام الملأ فقد يكون مصيرهن حطب جهنم والأنوثة حياء قبل أن تكون أزياء وهنا لم ينطق الزوج وألجمت كلمات الرجل فما وحمر وجه زوجته خاصة بعدما تعالت أصوات الركاب إعجابا بالدرس الذي أعطاه الرجل الريفي للزوج الشاب ولم يملك الزوج إلا أن يقوم من مكانه ويأخذ زوجته ويغادر عربة القطار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله والتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نطربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الويب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور يسبح له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم ترجمة نانسي قنقر